اهلا بكم جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الأديب والإعلامي محمد جميل خضر تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد على شرط الواقف قف دون وقفك وابتغل أسباب ما كان أحسن لو أجدت جواب شتان أن تحظى بصحبة عالم أو أن تهادن من يريد خرابا فرق عظيم أن تعاضد صادقا أو أن تصاحب خادعا كذابا هذا كتاب الله وثق صورة عن عالم خان المتون فخابا فجزاؤه مثل يظل ملازما كالكلب يلهث رقدة وطلابا انهض بعلمك انهض بعلمك عاملا ومناصحا مكن جلوسك إن أردت ركابا وكن السراج إذ الظلام مخيم تهدي الطريق وتبلغ الأسبابا كم عالم نادى بأعلى صوته يا حبذا لو تسمعون خطابا يا معشر العلماء يا ملح النما فك العبارة أوضح الإجابة فلقد دهشت لفرط علمي سابقا أن الخطيب يعين الحجابا ويصير أعلاهم بفضل علومه بالصدق يسبقهم يكون مهابا أما إذا طويت ظلال قميصه عند البلاط فيستحق حسابا كونوا لنا نبراس نور نقت في خطواتكم كي نستعيد شبابا القول ما قال الفقيه بوقفنا وعلى شروط الواقفين أنابا العز كان أعز من حفظ الحما باع العبيد ولم يكن هيابا بعد هذه الجولة الممتعة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أسعد الله أخواتكم أعزائي المشاهدين اسمي زياد الجيوسي كاتب وأعلاني وناقد من فلسطين زائر للأردن وعتز بانتمائي أيضا للأردن كما انتمائي لكل بطننا العربي الكتاب الذي بين يدي اسميته أحنام فوق الغيم هذا هو الكتاب وكما قيل لي أن هذا العنوان هو عنوان ونسي يختلف عن المحتوى أنا شاصيا أصريت على هذا العنوان الكتاب هو قراءات نقدية وطبع بدعم من وزارة الثقافة الأردنية مشكورة وهذا ليس كتاب تدعم بالوزارة هذا الكتاب قسمته إلى ثلاث مرافع مرفع الرواية ومرفع السرد ومرفع الشعر تناولت في كتب كثيرة قرأتها وتركت أثرها في داخلي فكتبت عنها قراءات نقدية بشكل محايد وبموضوعية وبعيدا عن الشخصنا وبعيدا عن الإساءة على نظام في غالبيتها على نظام البحث النقد أما سبب التسليمية ولماذا سميته أحلام فوق الغيم والي اعتبر عند البعض رومانسي طبعا هذا من إصدار دار جفرة وطبع في العام الماضي وكان حفل الإشارة في المكتب الوطني في عمان حقيقة الإسلام أجام ببساطة أنه بعض الكتاب بما فيهم أنا يعني أنا من أفشح حالنا أنه لما الوحد بيكتب أو بيصدر كتاب بيحلق فوق الغيمة ويفكر أنه يعني أنه خلاص يعني وصل فدوري كناقد أن أقول له ارجع للواقع ارجع للأرض هذا كتابك وهذا عمل إنساني وأي عمل إنساني لا يخلو بالمقاط الضعف و بالمقاط القوة فبالتالي يجب أن نشير للحالتين فأنظر إلىها كي تستفيد في المراحل القادمة طبعا هذا ليس أول كتاب نقدي وإن شاء الله الآن أنا أعد بكتاب نقدي آخر وسبقا صدق لي أيضا كتاب بعنوان فضعات فزح كان كتاب نقدي وكتاب عن السينما الفلسطيني أيضا وعلى ما أذكر كتاب عن المرحومة أو بعض عرفة متوفي أو عايشة على الفنان الكبير شريطة الفنين العالم العبداللاط أيضا كتاب نقدي عن عملها الإبداعي الفني فما زالت المسيرة مستمر الآن أدعوكم إلى متابعة فكرة الخط العربي بسم الله الرحمن الرحيم أخواني الأعزاء عودا على بدء نتكلم إن شاء الله عن اللوحة الفنية التشكيلية اللوحة الفنية التشكيلية أبعاد الموضوع عنها كبيرة ومتشعبة نختص إن شاء الله اليوم بموضوع المواد المستخدمة في صناعة اللوحة التشكيلية اللوحة التشكيلية كما أسلفنا نحتاج إلى الكانفاس وإطار من الخشب وبعد تثبيته تشكيل الأرضية تبعت اللوحة التشكيلية تستخدم الألوان الزيتية أو الألوان المائية حسب العمل الذي تريد أن تقوم به وحسب الفنان التشكيلي نيتو لإتمام هذا العمل يعني الألوان الزيتية تستخدم بكثافة معينة الألوان المائية بكثافة معينة ممكن نستخدم إحنا تقنية وهي تقنية الأحبار طبعا هنا نموذج بسيط هذا حبر طبعا صيني لكن يستخدم أحبار أخرى مثلا عندنا إحنا لوحة مؤطرة نستخدم مادة الكاز مثلا ونستخدم الحبر نبدأ إحنا لسهولة الشرح قد نستخدم سفنجة أو مشحاف مجرود شيء نستطيع أن تكون تكوينات غير منتظمة في اللوحة ثم تستخدم لون آخر بتشكيل آخر بمادة أخرى قد تستخدم أبسط المواد يعني تستخدم السفنج تستخدم المشحاف حسب المادة اللي أنت تريد أن تستخدمها أو حسب اللون ممكن تعمل تشكيلات معينة لو نظرنا لهذا الشكل واعتبرنا أن الأرضية لونها أبيض وضعنا لون سكني ثم وضعنا لون أسود فرغنا عملنا شكل معين نستطيع أن نأتي بالحبر ومادة الكاز مادة نفطية طبعا الكل يعلمها ويدمج هذا الحبر مع الكاز ويوضع في الأرضية ثم تحرك باتجاه معين هنا سيطلع لدينا شكل غير منتظم محبب أبعاده عشوائية بعد ما تم تجهيز هذا الشكل تستطيع أن تكتب عليه بخط جميل أو قبل أو تستطيع أن تكون مجهز من البداية أرضية معينة ذات لون وشكل هذه الأرضية تكتب عليها بقلمين رصاص أو بالحبر من خلال هذا الشيء تضع أرضية أيضا أخرى تمازج للألوان تختار أنوان بعناية ومتناسقة مع بعض ثم تتصبح اللوحة جاهزة للعرض بعد أن تجف طبعا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الأديب والإعلامي محمد جميل خضر فاسمحوا لي أن أرحب بعض ضيفي أهلا وسهلا بك أهلا أستاذ الأديب والإعلامي محمد جميل خضر أرسل سعيدة تسلم بخطاب أنا أصعد حياك الله أهلا وسهلا يا مرحبا بك أصدرت أعمالا أدبية عديدة توزعت بين القصة القصيرة والنصوص المسرحية والرواية أيضا تنوع الكتابة في أكثر من جنس أدبي ماذا نفسره؟ هل هو قدرة إبداعية أم عدم الاقتناع بجنس أدبي معين؟ شكرا على السؤال لا أشوف بداية الأستاذ الحبيب الإبداع ليس له الحدود نعم نعم عليكم بمعنى آخر أنه ما جرى في العلوم الاجتماعية عموما والعلوم الإنسانية لتتداخلت بعضها ولم يعد هناك اختصاص منعزل عن التخصصات الأخرى والعلوم الأخرى أيضا في الإبداع وخصوصا النسري معنى إذا استثنائنا الشعر لأن الشعر في وزن وفي عمود وفي بحور لهذا الشعر وفي شروط محددة للشعر حتى قصيدة النسر إما الشعر أو لا شعر نعم صحيح إذا استثنائنا الشعر فأنت لما تكتب قصة قصيرة أو رواية أو رواية قصيرة نوفيلا أو نصف مصرحي أو نصف مصرحي مونوغرامة كما فعلت أنا في حالتين يعني المفردات والأدوات معظمها متشابهة تبقى أن المسألة بالقصة في قالب معين وفي المصرحية في قالب مختلف يركز على حوار أكثر يركز على أن تصف المشهد وصفا كاملا لأنك مسؤول عن مشهدك حتى المخرج أنا ما رأيي ليس مسؤول عن المشهد بقدر ما هو الكاتب مسؤول لكن نحن الآن نرى مسرح المخرج ليس مسرح الكاتب والمخرج يغير معظم النصف يعني معظم النصف يغيره وأحنا نصبح خلافات بين كتاب وبين مخرجين على كل حال ليس موضوعنا أنا برأيي أن الإبداع الإنساني بلا حدود يعني يخطأ من يقول لك أن جابر بن حيان هو كيميائي فقط ويخطأ من يقول لك أن الفرابي هو موسيقي فقط هؤلاء كانوا عباقرة وكانوا يفهموا بالفقه وعلوم القرآن والإبداع والفلك وأيضا الشعر هل تصدق أن الجاح لم يكتب ولا قصيدة ولا بيت شعرا مثلا؟ هل يعقل أنه فقط اكتفى بالبخلاء وبالنسر؟ هؤلاء كانوا شعراء بالفطرة وكانوا يبدعون بالفطرة فنحن نحاول لكن لم يلتزموا هذا الخط نعم أنا تأخذني إلى تجربة أو مسيرة العقاد العقاد أصدر أكثر من عشرة دوان شعر لكن لا يقال عنه شعر طبعا بتأكيد يعني أخذ جانب النقد جانب التأريخ فجانب الفلسفة فعرث بهذا اللون وأنا استطيع أن أقول عن الشعر مع أنه كتب ألف بيت نعم هذه اللامية لا أذكر اسمها يعني ألف بيت ولكن الشعر في النهاية فقه فقه نعم وإمام من أمة الإسلامية أحد الأقطاب الأربعة نعم أعرف حضرتك يعني منتج منفذ ومعد وكاتب نصوص والمشرف العام على برنامج قاع المدينة حقيقة أنا لفت انتباهي أو اهتمامي العنوان قاع المدينة طبعا تلفزيون الأردن يعرض ثلاثة مواسم منه والآن تحضر أنت للموسم الرابع وهو برنامج معروف أنا تابعت هذا البرنامج برنامج ميداني يتناول جانب الجمالي والمكاني والاجتماعي للمدن ويعرض تاريخ المدن وصفحات حياتها يعني قلت مع نفسي لماذا محمد جيمي الخضر لم يختر عنوان آخر مثلا يعني قصة مدينة أو تاريخ مدينة سؤال ذكي وخبيث أشكرك عليك أنا أعرف أن أنت مشاكس أنت ذكرتني بفنانة الله يبصيها بالخير هند ناصر نعم فتعرف هند ويترجوها أيضا يعني يعني رجول من الأعيان يعني أعيان البلد يعني نعم وهي فنانة وابنت مانغو يعني من عائلة كمان نعروف فبداية تطلع في البرنامج في الموسم الثاني حتى في الموسم الأول أيضا كان الضيفة لنا نعم أياما كان مخرج ويتسمع يوسف قطيب برضو الله يمسي بالخير فبتقول لي يا أخي أنا بدي أطلع معك وحاب البرنامج شفت حلقات بس أخي الشي غيرني الاسم أنا ما بطلع بقاع المدينة طلعنا صورنا سبوك منغو والآل أنت من دوبة منغو ومن دوبة ناصر ومن دوبة الفن كان أنت قلبي في نهاية الرينبو وصورنا فيه مقابل ما نعم فعلا نعم عليك فهو سؤال هو يعني قاع تفهم إلها معاني يعني معاني غير جميلة أو يعني لا هو شوف نعم هو هناك معنى من معاني تعني الدونية وتعني الإنحطات لكن هي المعنى الأقرب هي الأرض المنبسطة الأرض الخصبة صح أرض الأرض المفتوحة نعم أكيد المقصود كان فيها مركز المدينة نعم اللي هو داون تاون نعم داون تاون ترجمت قال مدينة ترجمت ترجمتها داون تاون نعم لكن تترجم الآن في الغالب وسط البلد وسط البلد ومركز البلد نعم وكان فيه برنامج وسط البلد وكان فيه قابلنا ناس هو عنوان مثير حقيقي هو عنوان صعلكة وإحنا كنت أكثر صعلكة بالألفين قبل عشرة عوام أكيد يعني فأغراني وكان فيه رواية طبعا نجيم محفوظ قاعد المدينة وتحولت لفيلم فيلم جميل فذهبنا والمشكلة أنه تحمس أيامها برضو الله يمسي بالخير رمضان الرواشتي كان مدير عام وداعب تلفزيون فقال أنا قاع 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 قلت إذا بدك تغيره من غيره قال لا لا أحبيت وراحت قاع لو أنوان جديد طبعا أنوان جديد طبعا ومثير أيضا يعني إذن هناك نقاش طبعا مثير حول هذا الموضوع حتى كان لفت انتباهي حقيقة الموضوع أقول محمد جميل يعني لا يعيع باختيار بس أكيد هناك يعني هناك صعلكة قاع المدينة هو إذا بدك قاع المدينة الباحر الخلفية للمدينة نعم يعني وأنا حضرت فيلم وسائقي بغاية الجرأة وبغاية الألم حقيقة نعم هؤلاء ناس منسيين ترى الواجهة الأمامية لباريس نعم مشرقة لكن بالباحر الخلفية ناس بناموا بش هوملس يموتوا من المخدرات نعم ويموتوا من الأمراض الاختلاط الاختلاط فهم ماذا أقصد يعني جميل حضرتك اشتغلت على يعني ما شاء الله عليك يعني لك بصمات في كل جوانب الإبداع الله يصدق وحديثنا عن البرامج في هذا المجال أيضا اشتغلت على برنامج آخر وهو السامريون فيلم موثائقي فيلم موثائقي أنت المعد وأنت كاتب النصوص والعنوان السامريون الخلاف التوراتي ودي أيضا نطلع على التجرباء أخذت من جانب عقدي من جانب اجتمائي من جانب طبعا كل الأهلاء الفكرة كانت عمل فيلم عن السامريين وكانت في فترة أعداد الفيلم أو تفكيري بالفيلم لم يكن قد طرق أبوابهم كثير من الناس نعم لكن الحمد لله بعدية سوصل العلول الله يمسيها بالخير صديقة مخرجة من نابلس فكنا يعني شافتنا وذكرناها بالنجرانها السامري فعملت أرد أفلام بعدنا فبدأت يعني أقرأ لهم وأقرأ عنهم وأتواصل مع بنت بنت الكاهر الحسني اسمها عدوية وعدوية تعمل بجامعة النجاح وهي خريجة جامعة النجاح والسامري يهودية سامري سامري نعم إذا بتحكي له السامري يهودي بيزعل منك تناول تقول لك أنا مش يهودي أنا من بني إسرائيل نعم فتبين لي أن الموضوع الجوهري اللي ممكن نشتغل عليه نحن كعرب وأنا كفلسطيني يعني بصراحة عمي أنا في النهاية فلسطيني وأنا أردني وأنا عربي نعم يعني عراقي بقدر من عراكت وتحتاج المحبة العربية وسوداني بقدر من نحن سوداني تحتاج الوقفة العربية نعم وسوريا بقدر من سوريا تحتاج الآن تضميد الجراح ويعني نفهم إلى أين ذاهب سوريا وأن نفهم الجمعة العربية مع سوريا أنا أرجع للموضوعنا نعم فتبين أنهم يرون أنه لا هيكل لسليمان بالقدس لا هيكل لسليمان ثلاث مرات قليلا لا هيكل لسليمان بالقدس السامريون هكذا يعتقدون يعتقدون ويعتقدون أن جرزيم جبل جرزيم إن كان هناك أي مقدسات أو لقى أو بقايا تاريخية لبني إسرائيل في فلسطين فهي في جرزيم نعم واللي هي بسموها مملكة الشمال كان في مملكتين مملكة الشمال ومملكة يهودة بالجنوب والسامرة بالشمال اللي هي سامرة اللي هي عند نابلس وعند سباستين على كل حال وهذا طريق أنا من نسبة إلي في ناس بقول لك يعني تجيب فاضل الربيع بقول لك هذا كله كله مش فاضل هذا كله من اليمن مثلا نهاني نعم فأنا عجبني هاي الفكرة عجبتنا نشتغل عليها نعم إنه ما فيش هيكل لسليمان ودائما تعرف يعني أيامها كان في أحداث إليها علاقة بالقدس نعم بالأقصى لكن دائما في أحداث إليها علاقة بالأقصى نعم ويبدو بالأقصى وهلأ يبدو بدهم بدهم الضفة الغربية كاملة لأنه أنا عجبني مبارح يعني مدير الجزيرة بفلسطين وليد العمري بيقول إنه هاي الأحداث حرق البيوت وهذا القتل اليومي صار قبل الـ 48 لما كانوا بطلعوا الناس ببيوتها نعم فكأنا بطلعوا الناس ببادحت المسعية حرقوا البيوت نعم يعني دخلنا احنا بستين موضوع مع بعض بس بحب أنا هلأ هو مرتبة المعظم نعم نعم فنعود فبالتالي عجبني ذلك فجينا حطينا خمس نقاط رئيسية إنه إحنا بنا نوخد عدات الاجتماعية وأنهم طبعا عندهم هم طائفة من بني إسرائيل أقدم طائفة من بني إسرائيل وأصغر طائفة بالعالم لأنه عددهم تلات عددهم 730 راح نصهم أخذ نصهم للأسف الشديد أخذوهم من جرزيم نعم دولة الاحتلال ووضوهم على حلون حلون جنب تل عبيب فاللي بحلون صارت شوي شوي تخف لهجته من نابلسية نعم وروحوا من نابلسية طيب هم نسبة سامريون نسبة إلى السامري الذي صنع الأجل من لا أم السامرة هم بيقول لك إحنا لا نسبنا السامرة نعم ولا نسبنا السامري الطيب اللي في القرآن نعم فعلى كل حال يمكن هم عشان يكا السامرة مسمية بإسمهم فبدأنا بالتصوير وركزنا على تشوفنا أنه هذا أهم موضوع وبالتالي أهم موضوع بالفيلم خمسة ربعين دقيقة أنه ما فيه هيكل لسريمان بقدس واضطرنا أنه نأخذ حاخام نعم يرد عليهم طبعا أنا ما كنت كان يعني مصورنا حسن التيتي من نابلس ومعه هوية يروح القدس وكذا فالحاخام بيحكي عنهم أنهم بقوا سلاصير شوف أنت طائفة السامري يعني شوف أنت بينهم حاخام يتحدث عن السامريين بقوا سلاصير نعم حرفيا قال هذول قلنا له أول شي قال هذول فالكلور نعم نعم هم بيقولوا فخلوا فاستفزوا حسن تقول له هم بيقولوا أنه لا هيكل لو سليمان بالقدس وانتوا كذبين قال له هذول بقوا سلاصير وما ردوا عليه فيما بعد ردوا طبع وحتى خدنا كمان كاهن بقبر يوسف نعم وأيضا هذا قبر عليه خلاف بفلسطين نعم يعني بيصير في قتل عشان يروحوا بيقتلوا الناس عشان يروحوا يصلوا في يوم معين بروحوا على قبر يوسف بالنابلس فكان الفكرة بهذا الفيلم طبعا إضافة لأنه ركزنا أنهم هم ما بيزوجون لبعض وأنهم نابلسي هم ثلاثة وستمائة سنة نعم بنابلس بيقول لك طبعا هم ما عندهم الخا يعني خبيبي هم بيحكوا لابلسي تماما وعندهم شعراءهم بالعربي وعندهم عداتهم تشبه عداتنا ومنهم شهيد منهم شهيد عفوا أسير نعم أسير قتل بالألفين واثنين ثلاث جنود إسرائيليين نعم نادر السامري فنادر السامري محكوم ثلاث مؤبدات لأنه قتل ثلاث جنود فهذا من السامريين ما تدافع لماذا قتل الجنود الإسرائيليين قتلهم رفض الاحتلال هو جبه شعبي هو عضو بالجبه الشعبي نعم فهو عملية عملية مقاومة نعم قتل ثلاث جنود بعدها عملوا حاجز على جرزيم من جهة ادعوهم منهم بيحموهم ومن جهة حتى يراقبوهم لأنهم عندهم حس فلسطيني أعلى من حسهم طبعا هم محهم جنسية أردنية نعم ومحهم جنسية إسرائيلية ومحهم جنسية فلسطينية أبو عمار الله يرحمه حق منهم عضو في المجلس التشريع الفلسطيني نعم اللي هو الكهن صدقة وماك صدقة أيضا جميل يعني حضرتك بش طالت على هذا البرامج وعندك نشاطات إعلامية أخرى ربدي أن نطلع على ما هو جديدك في ما هو جديدك في في الإعلام وفي الدراما جديدي كان فيه مشروع أن أحول كتاب نعم ألفته كاتبة رحمه الله اسمها نور أيمن نعم وبعد تأليفها له توفها الله وهي كانت مريضة أصلا مرضة رحمه الله عضالا يعني كانت مصابة بمرضة عضالا ولم يوهنها حتى العشرين وعشرين من عمرها كأنها يعني أعتقد هذا كان عمرها عند وفاتها واردها مشكورا طبعا يبدو أنه لملمة الأوراق التي كانت تكتبها بما يشبه الخواطر أو القصص التي أقرب هي للخاطرة وتترمع بين الخاطرة والتأمل والنص النسري القصصي إلى حد ما نعم وجمعهم وعطاهم عنوان هل لا أدري كانت هي اختارت العنوان نور أم من العنوان اختاروا والدها اللي هو بعد الرحيل على أساس أنه في جهة ما جهة عربية ما بدون ما نحدد يعني الكتاب صدر بعد رحيلها بعد رحيلها نعم فقال أنه في جهة عربية مقترحة عليه أنه ممكن يتحول لمسلسل نعم فأنا قلت خلينا أشوف الكتاب فالحقيقة أنه تبين لي أنه بتحول لمسلسل نعم ولكن يعني يعني بدكتبني من الجملة حلقة يعني مثلا في بعض النصوص يعني هي تقول أنه أنت جيت جيت يعني أنا جيت وما شفتك نعم يعني جيت على السريق وغادرت وين غادرت هاي واضح أنه عندها شجن عالي نعم إذا افترضنا أنه دائما هي كانت تحكي عن نفسها يعني مع أنه في بعض النصوص كانت تحكي بلهجة بسيغة الرجل يعني بسيغة المذكر نعم لكن هي واضح أنه كان الإحساس الكبير بالفقد هو ليس فقد الرجل أو فقد الحبيب أو فقد الزوج أو فقد الآخر على وجه العموم فقد الأب أو الأم أو الأخت أو الأخ أو الحياة هو فقد سنكون بعد الفاصل معذرة بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الأديب والإعلامي محمد جميل خضر أعودي لك ساد محمد جميل كنا نتحدث عن بعد الرحيل هذا الكتاب الذي عبارة عن خواطر أو نصوص نثرية لبنت رحمه الله أنه غادرت قبل أن يرى كتابها النور قبل أن يرى كتابها النور وقبل أن تراه وقبل جمعات والدها هو الذي قلت وهناك فكرة أنه يحب الكتاب عمل درامي إلى مسلسل نعم يبدو جهة عربية وهذه الجهة عربية كما معظم جهة عربية دخلت بلدها في صراع دخلت لبلد التي ينتبه إليها هؤلاء المنتجون نعم في صراع دام وبالتالي لم يعودوا يراجعوا ليبيا نعم في شيء في خطب يعني المنتج ليبي لو يرموكك على سدان الآن نعم في الأهل السراع دام نعم يعني يمكن حتى لا لا فيش شيء مش ممكن لا شيء غير ممكن يعني ممكن تحويل بعد الرحيل إلى مسلسل وخصوصا أنت مسكون وأنت مسكون خلال تحويله أن من كتب هذه النصوص فتاة الآن يعني في دار الحق يعني نعم وتوفاها الله بعد معاناتها من مرض طبعا أنا أود هنا أن أشهد لها أن هي صديقة العائلة ووالدها صديق العائلة أيضا أنه هي شجاعة واجهت المرض بشجاعة نعم ودريع ذلك كتابتها هنا في نفس أمل نعم وكان دائما تحاول بس التفاؤل عند الوالد وعند الوالد وعند الآخرين نعم رغم أن المرض كان معروف أن نهايته ستنتهي بما انتهت إليه نعم على العشرين في مطلع الشباب توفاه الله والله رحمة الله عليها مثلا هنا في إحدى النصوص في أحد النصوص خيط من الماضي نعم وأحيانا تحسنها كأنها كأنها أمرأة كبيرة التي تكتب أو كأنها إنسان أبداها تجارب الحياة وأضمتها المحبة وأضمتها الصهر وأضمتها تبدأ بنص مقطع من أبني إلى فيروزة علي طول أنا وياك واسنين لي بقيت جرب فيه هنا أنا أنساك وما قدرت نسيت كان صوته فيروز أشبه بصفعة قوية من قبضة الحياة ذكرتها يعني هذه الصفعة ذكرتها بسزاجة بكل الأشياء التي قاومت نفسها لنسيانها وإخراجها من تفكيرها لطالما كانت مغرمة بأغنياتها وخصوصا أنه أهداها إحداها تسمعها باليوم ألاف المرات دون ملل وفي كل مرة تسمعها كأنها أول مرة نفس الإحساس والرعشة والتأثر والحب لكنه ما إن رحل عنها أصبح تتجنب أي أغنية أو لحن تذكرها به فتشعر بأن في مدى من التأمل مدى من التعبير عن الذات مدى من الشجن ومدى من النستالجيا نعم حنين كأنه حينيا إلى حياة بلا مرض إلى حياة بلا معاناة إلى حياة بلا أبواب مغلقة فيحن رحمها الله أنت حضرتك الآن مكلف بأن إذا أحول صارت فكرة المسلسل أنه أنت تكتب سيناريو المسلسل نعم سيناريو أنت تحتاج أن نصبح لهذا الشخص الذي جاء ولم يعود أو الذي تذكره له اسم له أصدقاء له عائدة وإما بتقوله لا اتركك بالنور لا تحب نور وبالتالي ونور أيضا تعني الشخص الذي تخاطبه نور في النص نعم وعائلة وأسرة وبدك أسرة أخرى وأسرة وأسرة ثالث وأسرة رابعة وبدك الحارة وبدك الجامعة وبدك لأنها درست بالجامعة ثانية أو سنتين أتقل الله يرحمها وبدك تتخيل أحداث وبدك تخلق شخصيات أساسا تخلق شخصيات وتربطها بعمان تربطها بالمكان عموم الماء سواء عمان أو غير عمان وهل تحولات المكان وتحولات البصائر هل بدأت مثلا قبل 20 عام مثلا هل نبدأ بقبل 20 عام هل نعود هل نحول نور إلى صبية كانت في الجامعة بالسبعينات مثلا أو بالسبعينات من جيدي مثلا يعني تتخيل الفترة الزمنية أو تغيرها أو تحدث عليها تغييرا وتحتاج إلى شبكة من العلاقات ومن الصراعات هذول الصارعوا على أرض في الوحدات هتلاك راحوا تراكوا الوحدات وراحوا وسكنوا يعني ما يزال الموضوع فكرة ما زال فكرة لكن إذا كان في الجهة مستعدة تنتج وفي فلوس نعم بدك تشتغل جميل حضرتك عملت في الصحافة سنوات طويلة ومنها جريدة الصحافة الأردنية منها جريدة جريدة الرأي وجريدة الرأي وطبعا وكتبت لمعظم الصحف الأردنية ومواقع وأيضا لمعظم كثير من الصحف والمواقع الإخبارية العربية الآن كلنا يعني يرى انحسار الصحافة الورقية من الساحة بظهور الصحافة الألكترونية الصحافة المرئية المسموعة يعني طبعا يؤلمنا هذا الحال نحن ارتبطنا خاصة أجياننا السابقة ارتبطت مع الورق المكتوب نعم سواء كان جريدة أو كتاب أو فالآن كيف تنظر إلى الصحافة الورقية هل هي فيه في احتضار؟ طبعا نعم احتضار يعني يعني طبعا الصحافة أي صحيفة ورقية الآن تتظهر منها نسخة الإلكترونية نعم بالصحيفة نعم لا تعلن بالصحيفة تعلن بالمواقع التواصل الشمائي أنا مثلا مات شقيقي قبل وللأسف تحولت صفحة الفيسبوك إلى صفحة وفيات نعم بضبط نعم حتى في بعض الأصدقاء بيقدم لك التعازي على الفيسبوك وبأتقد أنه أدى الواجب فأنت تكون تنتظر في صديق أنت يعني زايره ومدينه واجباته كلها وهذا يعني هذا شقيقي اللي مات نعم فبتكتشف أنه هو خلص قل لك قدى الواجب نعم قدبت لك على الفيسبوك فأصبح الإعلال على الفيسبوك أصبح التعازي على الفيسبوك وأصبح فيسبوك وغيره نعم نحن نحكي أكثر شيء بالأرضم الداول في الفيسبوك نعم نعم قليلا من جماعة تويتر يعني أو المواقع الأخرى عموما فبالتالي هذا أدى إلى الحصار نحن حطت الكتاب الورقي نعم نحن بسرعة من نتأثر نحن مستهلكين أكثر من اللي يبعى البلد الاستهلاك أنا معرف أنه بأوروبا ما يزال ما يزال ولا يزال نعم وباستمراري كان الكتاب الورقي له قيمة ويقرأ ويقرأ في القطرات عندهم نوع من كتب نعم يعني فقط الفرق أنه بالعرض بيخلوه هيك يعني بدن ما يكون عرضه هذا نعم بنحط بجيب بالته وبنقرأ بسمه رواية الجيب نعم ويقرأ أنا شفتهم بإيطاليا وشفتهم أماكنهم آخر سنة الكريسماس طبعا نعم أربعة مليار يورو أهدايا الروايات بين المهدينة والمحيس من أجرى هذه الحصائية أنا قرأتها بصحيفة إيجليزية نعم أن أربعة مليار يورو ثمن تبادل هدايا الروايات بين المتهدين في نهاية العام تخيل يعني هذا ينعيش لدينا الأمل نحن من من تعلقنا بالكتاب الورقي المقروع ورقنا لكن لم نجن منه إلا الوجع أنت بتعرف تبعد هادي بوتر نعم كانت يعني أرملة وتتسلى بتحكي قصص لأولادها وبعدها فكرت تكتب هذه القصص نعم هم قاسم مشترك وهو حب حب الموسيقى واتفقوا التقوا واتفقوا في الشتات والتقوا في الشتات واتفقوا على تأسيس فرقة موسيقية واستقروا في مدينة سقلية الإيطالية نعم حقيقة كل الأحداث مهمة وتلفت انتباه لكن لفت انتباهي أنت الكاتب الرواي لماذا اخترت مدينة سقلية الإيطالية نعم سأل جميع طبعا هم أربعة أربعة شباب وخمس صبايا نعم نعم عليك سقلية أولا لأنه أنا قمت فيها في الفين وخمس لفترة من الزمن فيعني بدال الوصف لا يكون مرتبط بقراءة نعم كتب عن المكان أو أو الانترنت أو الوكيبيديا بيقول أنك أنت عشت عشت بمسينة عشت ببالما عشت بتوارمينة أماكن جميلة جدا جدا بسقلية سقلية طبعا بديلة متوسطية زيها يعني زي تونس أو تونس أو بصر يعني حوض البحر متوسط يعني ميديتيرنية نعم مدينة متوسطية وأصلا هنا كانت زيارة بداية من المشاركة في مهرجان سينمائي والفيلم اللي كنت ماخد الشاب اللي أخرجه ورايح معه شاب عنا كان طالب الجامعة الأردنية اسمه زياد غصيب طبعا في هذا الفيلم ثلاث دقائق ونص نعم فيلم قصير وفيلم رسوم وبلا حوار فعدم وجود حوار بالفيلم نعم ريحهم من محاجد الترجمة فهم الفيلم كما أراده مخرجه من خلال السياق السيناريو اللي أنا كتبت له وحول وحوله لحركات فقط نعم نعم عليك وسافرت معه والحمد لله فاز فبعد انتهاء المهرجان قررنا أن نبقى كان في عنا عطلة صيفية أنا كنت شماخة صيفي وهو كان شماخة صيفي وبقينا فترة طويلة بسقلية وبروما وبميسيا بفلورانس يعني لفينا لفينا بإيطاليا مليح وطبعا البندقية وفنسيا نعم وبيزا والآخرين فإضافة لذلك سقلية تمسل حالة من التنوع أنه كان العرب فيها 250 سنة نعم وبصراحة العرب اللي كانوا بسقلية ما يزالوا حتى يومنا هذا يذكروا بالخير يعني بيجبح كلهم الله مسيكم بالخير لأنه غيرهم أدخلوا العناب والرمان نعم وكثير من الأشجار المسبرة ومن الفواكه إلى سقلية هم أيضا أدخلوا نوع من المحبة نعم نوع من حوار مع الآخر مفهول عكس النورمان اللي أجلوا واحتلوا وقتلوا وقتلوا العرب وقتلوا غير العرب نعم هؤلاء فقط يحملون السيف تماما كما كان الفرس لا يعني إذا أنت مرورك بهذه المدينة شعرت أن هذه البيئة محبة للعرب نعم وقت هذا هذه يعني خير حاضنة نعم للقصة وحداث الرواية عفوا نعم جميل رواية أخرى وهي يافا بوينس آيرس يافا بوينس آيرس طبعا معروف عاصمة إرجنتينية يافا المدينة الفلسطينية حاضرة حاضرة البحر أريد أن نطلع على هذه العلاقة التي خلقتها من خلال هذه الرواية بين العاصمة إرجنتينية والمدينة الفلسطينية يافا التي تحت الاحتلال الصهيواني الشتات الفلسطينية نعم يعني بصراحة شتات يعني يسجل ويدون ويعني يستحق التأمل لأن فلسطينيين موجودين بتشيلي في حوالي نصف مليون فلسطيني بتشيلي وفي نادي اسمه بلسطيني أمريكا اللاتينية تقريبا وبالتالي كلها جعلت حفيد محمد غازي اللي هو بطل الرواية نعم أو هو ذاكرت الرواية بطل الرواية هو بدري حفيده بدري اللي هو يعني محمد غازي هو الموسيقار الفلسطيني الذي غنم في هيروز وإحنا حكينا هذا حكي ممكن بلقاء سابق لكن بدري مش موجود أصلا هو شخصية رواية يعني هو محمد غازي لم يتزوج ولم ينجب لا أولاد ولا أحفاد فأخليته عايش ببوينيس آيرس بوينيس آيرس عاصمة طبعا الأرجنتين وفيه عرب وكذا أنا حبيت هذا هذا يعني هذا الحوار يعني هي ثنائية بين يافا وبين بوينيس آيرس طبعا في عواصم أخرى في الرواية وفي بروكلين وهو في النهاية يعني يجد العود يعني لمن يحب يعني يعني يسمع نهاية الرواية فيجد العود هو بحث عن عود جده محمد غازي ويعني يسافر من أجل البحث من بوينيس آيرس إلى بيروت وإلى بغداد وإلى رامالله طبعا العود أصلا عود عراقي نعم صالعه محمد فاضل صالع العواد وهذا أيضا من خيال الرواية جعلت محمد فاضل يلتقي نعم بمحمد غازي بالأربع واربعين نعم ببان افتتاح إذاعة بغداد ويعني قبل النكبة بأربعة أعوام فقط يعني يعني في الآن محمد فاضل التقى ب لا هو نعم بالخيال خيال هو خلاص له الصحة والعافية والآن حسب معلوماتي في تركيا مقيم محمد فاضل الصحة أولاده هم عندهم الآن هم بتابوا عمله يعني وعواده ومشاء الله يعني عواده شهيرة جميل إذن الجميل أيضا في العنوان هذا الربط يافا بيونس آرس لم تقف هكذا أنه كررت يافا أيضا أنه حلم العودة يعني هكذا تفسيري نعم وهو يعود في النهاية نعم يعود إلى يافا بعد ما يجد العود وبعد ما يعني يعود يعني هو يحمل جنسية أرجنطنية فسهل أنه يدخل في فلسطين نعم مش زينا ودخل واشترى أرض بيافا جميل شاركت أنت عام 2005 حضرتك تحددت قبل فترة يعني رحلتك إلى إعطاليا كان من ضمن الرحلة هي الإشراف على فيلم الرسوم متحركة غصيب الذي نال الجائزة الأولى في المهرجان في مهرجان سينامائي في إيطاليا عام 2005 أريد أن نصلط الضوء على هذه التجربة جميل بمهرجان أعتقد أن معنى شلسة قائمة ونوقف هذه الرغبة بفتح نافذة على شرق المتوسط نعم يعني هم غرب المتوسط ونحن وشرق الأرض يعني فلسطين نعم مصر لبنان سوريا فاسمه اسم المهرجان أوركينس أوركا لما رجعت لهذه الاسم حفقة السقلية مش لغة مختلفة عن إيطالية لكن في أحرف وفي كلمات مختلفة بين السقلية وبين إيطالية فقد طلع معناتها حيوان بحري موجود بشكل يعني هذا وبمثل حالي من فهو ميليتير يعني هو مهرجان متوسطي بيحبوا يكون معهم ناس من الضفة الأخرى من تونس من كذا ومحاولة الفهم والحوار وكذا فتح غير العمليات الإرهاب وكذا الشاب طالب جامع كان سنة ثالثة عند استطعمارة وكان في ذلك الوقت دكتور علي أبو غنيني الله ما سيب الخير كان له علاقة بإيطاليا وهو أصلا دارس بإيطاليا فقالنا إذا بدكم تشاركوا اكتبوا اشيء فكتبنا النص حب يكون زيد النص نصوم نعم الفيلم نصوم وحب ما يكونش في حوار عشان يتصير عالمي تحضر فقط تسلصر أحداث وبالتالي هو أخذ فكرة آدم آدم البشرية أو البشرية الإنسان حتى في أول صورة شجرة أو تفاحة وحية رسوم متحركة وإنتاج بسيط جدا كان نحن كان رسوم متحركة الأغلى وكان في تقنيات أعلى وكان بدعم الله يرحمه علي ماهر دفع 500 دونار لزيد وعشان نعمل الرسوم بسيطة حركة بسيطة وذهبنا للفيلم ثلاث دقائق ونص وتفاجأوا في الفيلم أن هذا شاب طالب في الجامعة وفكرة الحياة والثراعات يتحدث عن الثراعات القديمة الثراعات الرماء والثراعات الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية واختراع الآلة واختراع الآلة البخارية والكهرباء وكذا وكذا تاريخ البشرية في ثلاث دقائق ثلاث دقائق ونص وصورة بلا جمل فقط غصيب شعر طويل زي زي شعر زيد يعني نعم بطل وغصيب وعيل زيد نعم نعم فاندهشوا حقيقة قايتانو مدير المهرجان المهرجان بيعبر عن نظرة نوع من المحبة للعلاقات بين الناس علاقات الناس اللي غرب المتوسط مع الناس اللي شرق المتوسط وهو مدير المتوسط احنا كانت الافلام على البحر تماما كانت صيف بشهر الثمانية ويعني ايضا كان في مشاركين كثير كثير والفوز اعطانا فرصة يعني نضل وعقمنا فترة بثقلية في مدينة التعور مينا جميل 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 يا محمد جميل مسيرتك غنية تحتاج لها وقت طويل حتى نستطيع ان انسلط الضوء على جانب منها فان شاء الله على الايام القادمة اذا شاءت الاقدار اتمنى لك التوفيق من منها والمعنى الله يبارك بك الله يبارك بك شكرا لك الاديب والاعلامي محمد جميل خضر شكرا لك شكرا لك اعزائي المشاهدين اشكر لكم حزن المتابعة حتى التقيكم في فضاءات اخرى استوديعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة